جماعة شيء هائل رح يحصل في تاريخ 8 يناير في هذا التاريخ رح نشوف شيء هائل يحصل فلازم تشوف هذا الفيديو قبل هذا اليوم فاتأكد انك تظل معي إذا انت تشوف هذا الفيديو قبل هذا التاريخ رح أقول لكم بالضبط ايش معنى هذا الشيء لسوق الكريبتو لأنه انت حاليا تشوف أحد أكبر وأغنى المستثمرين في الكريبتو في مشكلة هائلة والآن في عندنا بعض الاتجاهات وفي عندنا بعض المنشورات في الواقع تم نشرها على تويتر بخصوص ايش اللي رح يحصل هنا في وقت قريب وكمان رح أوريكم ايش اللي يعملوه الحيتان هنا مؤخرا تقدروا تشوف هنا انه في عندنا شوية زيادة في نشاط الحيتان فايش معنى هذا الشيء للبيتكوين رح كمان أعطيكم تحديثات عن حركة السعر على المدى القصير في البيتكوين فاتأكدونكم تظلوا معي لهذا الشيء مرحبا بكم مرة أخرى يسمى منصور قدم لكم فيديوهات تعانى للمدى الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت تجد على هذا القناة يضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب جماعة واليوم في عندنا أشياء كثيرة رح نتكلم عنها ولكن أول شيء خلونا نبدأ هنا على الفريم اليومي نقدر نشوف هنا انه ما في أي شيء تغير الخط البني والخط البرتقالي هنا تبعي لسه ماسكين تسعر البيتكوين حصلنا على شوية ارتفاع هنا في البيتكوين إلى مستوى 16700 فعني هذا هو اللي حصل ولكن بشكل عام لسه ماسكين بشكل جانبي ولسه قاعد نحصل على دعم من عند هذا الخط البني وبالنسبة للأسواق التقليدية نقدر نشوف يا جماعة هنا انه حصلنا على شمعة بوليش جدا هنا في الأسواق التقليدية حصلنا على يوم تداول رائع جدا بعد العطلة حصلنا هنا على شمعة بوليش جدا مع هذا ذيل هنا في الأسفل هذا على مبدو عايز انه يرتفع أكثر فراح نشوف ايش اللي رح يصل هنا ولكن هذا بشكل عام شكله محترم جدا هنا للأسواق التقليدية وعندنا هنا يا جماعة كمان التشارت السنوي عايزة تكلم كمان عن هذا اليتشارت هنا شوية لأنه على هذا اليتشارت السنوي أو على هذا الفريم السنوي نقدر نشوف أنه في عندنا نموذج أو نمط معين يحصل دائما بعد ما حصلنا على دورة البول مران هذا اللي حصل هنا بعد إنشاء البيتكوين حصلنا على شمعة البير ماركت هذه هنا حصلنا على هذا الهبوط للأسفل فيعني نحصل على شمعة أو سنة حمراء هنا وبعدها نحصل على ثلاث شمعات خضراء مرتفعة فهذه هنا ثلاث شمعات سنوية خضراء وبعدها نحصل على شمعة سنوية هنا حمراء بير ماركت وبعد كده مرة أخرى حصلنا على ثلاثة شمعات خضراء سنوية والآن هنا كمان حصلنا على شمعة حمراء سنوية وحالياً إحنا عند هذه الشمعة وهذه الشمعة إذا هذا النموذج استمر بنفس الطريقة فأول شيء يا جماعة اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات إيش تعتقدوا بخصوص هذا الشيء؟ هل تعتقدوا أنه راح نحصل على نفس الشيء؟ شمعة حمراء وثلاثة شمعات خضراء والآن راح نحصل على ثلاثة شمعات خضراء هنا اكتبوا لي يا جماعة رأيكم تحت في التعليقات ولكن شيء مثير يا جماعة كمان هنا الاهتمام وهو أنه في عندنا هذا خط الموفينج أفرج الخط الأصفر هنا هذا خط الموفينج أفرج 100 أسبوع تقدروا تشوف هنا أنه بعد ما حصلنا على هذه الشمعة السنوية الحمراء نقدر نشوف أنه أقفلنا هذه الشمعة السنوية الخضراء فوق خط الموفينج أفرج 100 أسبوع هنا على هذا الفريم السنوي فتقدروا تشوف هنا بالضبط إنه هذه الشمعة السنوية أقفلت فوق هذا خط الموفين أفريج وكمان هنا بعد ما حصلنا على هذه الشمعة الحمراء هذه الشمعة هنا أقفلت يعني تماما فوق هذا خط الموفين أفريج اللي هو خط الموفين أفريج 100 أسبوع طيب والآن يا جماعة هذا الخط حاليا عند 37 ألف دولار فهذا معناته يعني إذا حصل هذا الشيء هنا مرة أخرى فهذا معناته إنه راح نحصل هنا على تعافي إلى خط الموفين أفريج هنا في الأعلى عند 37 ألف دولار رح نشوف جماعة ايش اللي رح يحصل ولكن نكتب لرأيكم تحت في التعليقات طيب وبالنسبة لمؤشر الدولار كمان نقدر نشوف هنا انه حصلنا من على الخط البوني هنا والخط الأحمر حصلنا على ارتفاع قوي هنا في مؤشر الدولار فنشوف هنا انه الدولار قاعد يتقوى وهذا شيء مثل لإهتمام لانه في العادة هذا يكون معناته انه لما الدولار يتقوى ويرتفع هذا معناته انه الاسواق التقليدية والكريبتو رح يكونوا هابطين ولكن لا في الواقع الاسواق التقليدية هنا ترتفع فهذا معناته انه الدولار يتقوى مقابل العملات الاخرى وبقية العملات تهبط لانه الاسواق الاسهم الامريكية والكريبتو ترتفع هنا شوية فالسيولة ليست قادمة من الكريبتو او الاسواق التقليدية ولكن السيولة الى الدولار قادمة من العملات النقدية الاخرى فالدولار هنا يتقوى شيء مثير جدا طيب جماعة الان خلونا نتكلم هنا عن هذا الخطر المهم وليش لازم يكون منتبهين على تاريخ 8 يناير ولكن اول شيء تذكير سريع هنا انه لسه باقي كم يوم على هذا العرض الخاص اللي تقدر عن طريقه انك تحصل على تخفيض 15% مد الحياة لمنصة الوكي اكس وكمان تقدر تحصل على بونس ما يصل الى 40 الف دولار عن طريق التسجيل هنا من هذا الرابط في منصة الوكي اكس هذا العرض على وجهك الانتهاء فتأكدوا انكم تستغلوا هذا العرض باسرع وقت ممكن طيب الآن خلونا نتكلم عن هذا الشيء احنا عارفين يا جماعة انه غريسكيل وديجيتال كورنسي جروب انهم في مشكلة كبيرة جدا ديجيتال كورنسي جروب هم كمان المالكين لغريسكيل اللي متمسكين بكريبتو بقيمة 15 مليار دولار وديجيتال كورنسي جروب كمان هي المالكة لجينيسيس تريدينج اللي عندها كمان مشكلة في السيولة وجينيسيس تريدينج كانت يداول باموال من منصة الجيميناي فهذا معانته ان الناس اللي كانوا يستخدموا برنامج الارن او الربح في على منصة الجيميناي في الواقع اقرضوا اموالهم الى جينيسيس تريدينج اللي ضيعت او فقدت كل الاموال طيب كاميرون وينكل بووس اللي هو مؤسس جيميناي تقدروا تشوف هنا انه مؤسس منصة جيميناي حاليا هو هنا يكتب او ارسل رسالة مفتوحة لباري سيلبرد اللي هو مؤسس او مالك شركة ديجيتال كورنسي جروب جينيسيس تريدينج وغريسكيل تذكر يا جماعة انه جينيسيس تريدينج وديجيتال كورنسي جروب هما الشركات اللي عندها مشكلة كبيرة ولكن غريسكيل هي اللي عندها كمية هائلة جدا من الكريبتو فهما اذا عايزين يقدروا بطريقة او باخرى يعني مش بدون خسارة اموال اكيد رح يعانوا ولكن في عندهم الاموال علشان يكفلوا جينيسي تريدينج وديجيتال كورنسي جروب اذا عايزين فهذا يقودنا الى هنا كاميرون وينكل ووبز هنا كتب رسالة مفتوحة تكلم فيها عن عدة اشياء عن ديجيتال كورنسي جروب كيف انهما يدمجوا الاموال بين جينيسيس تريدينج وديجيتال كورنسي جروب مكتوب هنا عليك التخلي عن هذا الخيال لاننا جميعا نعرف ما تعرفه ان مجموعة ديجيتال كورنسي جروب وجينيسيس لا يمتزجان فهم يمزجوا او يدمجوا الاموال فحاليا الان جيميناي عايزين اموالهم لانه عايزين يدفعوا الاموال للناس اللي على هذه المنصة طيب واللي قالوا هنا كمان كاميرون هنا قال انه ديجيتال كورنسي جروب عندهم الى تاريخ ثمانية يناير علشان يحلوا هذه المشكلة معهم طيب بعد كده طلع مؤسس ديجيتال كورنسي جروب اللي هو باري سيلبرد وقال في الواقع انهم قدموا عرض ولكن كاميرون وينكل فوس وجيميناي ما ردوا على هذا العرض فتقدر تشوف هنا جماعة النقاش والحوار بينهم وهذا شيء غير جيد وزي ما قال هنا سايمون ديكسون قال خليكم مستعدين لجنون 2020 في سنة 2023 لانه في تاريخ ثمانية يناير اللي متوقع هنا انه جيميناي رح يحاولوا انهم يدفعوا جينيسي ستريدينج وديجيتال كورنسي جروب الى الافلاس طيب خلونا نشوف هنا على هذا التريت او هذا المنشور مكتوب هنا هذا تلخيص لوضع ديجيتال كورنسي جروب لقد تآمروا مع افتي اكس لمهاجمة لونا واستي ايث وربحوا من هذا الشيء تكبدوا خسائر كبيرة في الصيف من افلاسنا طبعا هو يقصد افلاسهم هما هذا هنا ثري اروس كابيتال هذا مؤسس ثري اروس كابيتال وبقية الشركات اللي كانت داخلة في الجي بي تي سي كان بامكانهم اعادة الهيكلة بهدوء بعد ذلك ولكن بدلا من ذلك قاموا بالفاق الجيب الايسر للجيب الايمن وهذا اغلق الفتحة بطريقة سحرية هذا مثل الطفل عندما يخسر في البوكر ويقول انا بخير والدي سيدفع لك دعني استمر في اللعب ولكن اذا كان والدك هو نفسه انت قيمة ديجيتال كورنسي جروب تساوي صفر الاحتيال الجنائي لدى دائني افتي اكس ايضا قضية نقل احتيالي على اعائدات الاميدا لرأس المال الى جينيسيس فهذه يا جماعة هنا فوضى عارمة ولكن الخلاصة انه جيميناي تعبوا من باري سيلبرد وجينيسيس تريدينغ وديجيتال كورنسي جروب انهم يحلوا هذه المشكلة هو عايز يسترجع الاموال باسرع وقت ممكن وإلا فرح يحاولوا انهم يدفعوا ديجيتال كورنسي جروب وجينيسي تريدينغ الى الافلاس وبعدها رح ياخدوا بقية الاصول لدى ديجيتال كورنسي جروب بطريقة او باخرى فاذا دفعوا ديجيتال كورنسي جروب للافلاس فايش رح يكون معنا هذا الشيء اللي غريس كيل هذا هو الشيء المتبقي اللي عايزة نعرفه ما نعرف راح نشوف فعشان كذا جماعة هذا شيء هنا هائل لازم يكون متبهين على تاريخ 8 يناير اذا باري سيلبرد وديجيتال كورنسي جروب ما قدروا انهم يطلعوا بحل ايش اللي رح يحصل هنا ما فيه اللي ننتظر ونشوف طب جماعة في الاخير عايزة تكلم عن هذا الشيء هنا هذا هنا يورينا تحركات او نشاطات الحيتان في الاسفل هنا عندنا مؤشر نشاط الحيتان ونقدر نشوف انه قاعدين نحصل هنا على ارتفاع في مؤشر نشاط الحيتان هذا هنا معناته انه الحيتان يودعوا اكثر من اللي يودعوا في العادة ولكن اذا بعدنا هنا يا جماعة نقدر نشوف انه نشاطات الحيتان الكبيرة في العادة توصل هنا الى 90% او 0.95% فيعني بشكل عام يا جماعة هنا على هذا المؤشر الحيتان ما كانوا نشاطين هنا في البيتكوين منذ خلونا نقول فترة سنة فصحيح على الرغم من أننا الآن نحصل على هذا الارتفاع البسيط ولكن هذا في العادة لا شيء مقارنة بالنشاطات التي تكون موجودة لما نحصل على تقلبات أو تلاعبات كبيرة في السوق سواء للأعلى أو للأسفل هنا في البيتكوين فهذا شيء يجب أن نضع في الان الاعتبار جماعة سأخذ لكم دائماً على التطلاع فأتأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس الآن سنرى ما سيحصل هنا في تاريخ 8 يناير جماعة هذا كان كل شيء عندكم اليوم بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم